الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسوب إليه ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعبادنا إنه من يهدي الله فلا يضل له ومن يضل الفاء هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واحفظنا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد من نبيه وأزواجه أمها في المؤمنين وجريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سُسْتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا كَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنِنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ إِنَّا تُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَأَعِدَةٍ وَطَلَقَ مِنْهَا دَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَإِسَاءً وَاَسْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُوا لَبِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَقُوا رَحَ وَقُولُوا قَوْلًا فَبِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ رَعْمَالَكُمْ وَيُضْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ النَّعْنَى وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاكَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد قضى الله عليه وآله وسلم وشفى الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل جبعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنما قبل وكفى خير مما كثر وألهى وأنما توعبون لآخ وما أنتم بمعجدين وأنه ليس للمطق بعد الثنية منجار إلا الجنة أو النار نسأل الله جنة نسأل الله جنة ونعود به من نال نسأل الله جنة وفي رجل وشعبان وم 진ر weiter هاومكب رجوم اللهم اتكب الغمة عن هاته الامة الله لا هم اتكب الغمة عن هاته الامة اللهم اعكدنا المسلمين في كل مكان. وانصر المجاهدين في كل مكان. ونعد علينا هذه الايام المباركة بالمصر والبركة ويغني على الامة الاسلامية طاقبة في مسائح الأرض ومباربها. آمين. والثلاثان لأسنا لفضل الله عز وجل نتحدث عن الوصايا العشر الكرام في سورة الانعام. ومع الوصية العاشرة. في هذا الرضاق العاشر مع تلك الوصايا. نذكر عن فتنا بهذه الآيات الكريمات. البلنات العظيمات. اذ يقول رب الارض والثماوات. بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم. ألا تشركوا به سيئا. وبالوالدين احسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إلا في نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا من فوائك ما طهر منها وما بطل. ولا تقتلوا من نفس الذي حرم الله إلا بالحق. ذلك وفاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا ما لن يسيه إلا بالتي هي نفس المحفن حسايا بالغاء جزة. وتوف الكيل والميزان جلق الصلاة. نتلك نفسا إلا مصعبا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا. وبعبد الله أوفو. ذلكم وفعتم به لعلكم تذكرون. وأن هذا قراطي مستقيبا فاشتبعوه. وأن هذا قراطي مستقيبا فاشتبعوه. ولا تتبعوا السغل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وفاكم به لعلكم تتقون. فبدأت ربنا. وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن على ذلك من الشاهدين. إغوة الإسلام الوصية العاشرة في الآية الثالثة من الآيات التي دونت الوصايا الكريمة. وأن هذا قراطي مستقيبا فاشتبعوه. ولا تتبعوا السغل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا قراطي مستقيبا فاشتبعوه. أنه ولا تتبعوا السغل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل ذلك وفاكم به لعلكم تتقون. وأعظم به من أمر وأعظم به من مهي وأعظم به من شكير وفاكمة. فما أقوج الأمة لهذه الآية؟ ما أقوج الأمة لأن تعيش في ظلال هذه الوصية؟ إنها وصية جامعة لما قبلها. إنها وصية مجتملة على ما سواها. إنها وصية لمن تدفرها. وجد فيها الخير كله. ووجد فيها الفلاح كله. ووجد فيها النصر كله. وأمة أعوج ما تكون إلى النصر. وأعوج ما تكون إلى العزة. وأعوج ما تكون إلى الخيرية. لأن الأمة نأت عن الخيرية بعيداً. وتلت ظلاً سبيراً. وهزمت هديمةً منترةً. في ملادين ستا. وإن سبق فنخرج هذه الأمة. مما فيه من ملاذق. ونخرجها مما فيه من فتن. أن تعود إلى كتاب الله. ومن أحرى أن تعود إلى صراط الله. أن تعود إلى دين الله. أن تعود إلى منهج الله. وأن هذا صراطي مستقيماً فاشترعوه. أيها العاشر مما نتلوه عليكم. وأذكركم به. وربكم يعمركم به. أن اتابعوا صراط الله المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيماً فاشتبعوه. هذا الصراط الذي قال ما بعوس ربك. جل وعلا. أن يهديك إليه. وأن يدفتك عليه. قال الله لما قرأت في فاتحة الكتاب. اهدم الصراط المستقيم. كم مرة ستكررها في اليوم والليلة. إن ستكررها في الصلاة المفروضة. سبعة عشر مرة. وبالنافلة لحوى من ذلك أو أثر من ذلك. تدعو ربك. أن يهديك الصراط المستقيم. وإن هداك إليه أن يثبتك عليه. اهدنا الصراط المستقيم. هو الذي يقوله الله هنا. وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. وصراط المستقيم لده معاني. جاءت عن سيد الخرق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاءت عن صحبه الخرق. وهي معاني كتغافر ولا كتنافر. أولى هذه المعاني أن الصراط هو دين الله. أن الصراط هو الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا إلى الدين الحق. الذي لا عوج فيه. ولا تغير فيه. ولا تحريف فيه. ولا تبديل فيه. وجلبنا صراط المستقيم عليهم إلى اليهود. وجلبنا صراط الظالمين من النصارى. وأنعم علينا بهذا الصراط. الذي أنعمت به على فقوة خلقك. وأنعمت به على عبادك. الذين اصطفيتهم وجتفيتهم. فقلت صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هؤلاء من أنعم عليهم. ومن يبرع الله والرسول. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من النبيين والسيطين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. وشفار بالله عليما. فصراط المستقيم هو جسلا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ضرق الله مثلا. صراقا مستقيمة. وعلى جنبتي الصراق سوران. فيهما أبواب مفتحة. وعلى الأبواب تتور منخرة. وعلى بام صراط داع يدعوه. يقول أيها الناس. هنعموه. ادخلوه إلى صراق الله جميعا ولا تتفرقوا. وداع يدعو في جنب الصراق. فإذا رأى إنسانا يريد أن يفتح شيئا من الأبواب. قال له ويئك. لا تفتحه. إن تفتح تهده. إن تفتح تهده أي تدعوه. ثم نقول صلى الله عليه وسلم. فاضطراط الإسلام. فاضطراط الإسلام. والسوران محارم. والسوران حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله. والشاع الذي يدعو فوق الصراق هو كتاب الله. والشاع الذي يدعو من جنب الصراق هو هو ضمير المسلم. الجاع الذي يدعو من جنب الصراق هو واعظ الله في قلب كل مسلم الذي نعني به الضمير. الضمير إذا كان حيا أو كان متيقظا. فهذا نجد في حدث جمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبر عن الصراق بأنه إسلام. قال فالصراق هو الإسلام. وبإذن هذا فصله معدات رضي الله عنهما. كما أن الصراق هو كتاب الله. هو كتاب الله. كما قاله صلى الله عليه وسلم في فصل القرآن الكريم. هو الذكر الحكيم. هو حفل الله المثيم. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراق المستقيم. وقال علي رضي الله عنه الصراق المستقيم هو كتاب الله تعالى. والصراق المستقيم كما فصله الصراق الصالح. قالت المسعود الصراق هو ما تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم أنه عندنا وطرفه في الجنة الصراق هو ما تركنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال غيره الصراق المستقيم هو الحق. وقال آخرون الصراق المستقيم هو الاختدام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا زين من برده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعرضهما. وهي أكوار كما تراها تفسر أصراك كل على النحو الذي اترب من رهنه أو أزعفه الدليل ولا زك أنها متظافرة متعالفة متعاضبة فمن اتبع القرآن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلو اتبع فلو اتبع من جل بعده من خلفائه الراشدين فيما من خطه بالذكر اقتدوا به وإلا زين من بعده أبي بكر وعمر فكان هذا على خطوك مرة وعلى العموم أخرى لما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وحنة الخلقاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات العمور فإن كل محدثة في النار وكل من عهد ضلالة وكل ضلالة في النار هذا ومن اتبع السرآن والسنة فقد اتدع الحق ومن اتدع الحق فقد اتدع الإسلام ومن دان بالإسلام فقد دان بدين الله الحق شهد الله أنه لا إله إلا هو والبرائكة وولو العرف قائما بالسس لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اتبعو هذا الدين ولا تتبعوا دينا غيره فما أرسل الله رسولا لغير الإسلام وما أنزلت جتابا يدعو إلى غير السوحيد وإلى غير الإسلام كل الرسالات جاءت بمثابة مقدمات وتمهيدات للرسالة الخاتمة العصمة على يد إمام الأنبياء وسيد أهل الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قولا أن يرمى أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينه وأعلنه ومن يبتدي غير الإسلام دينه فمن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاترين وأنها فاصراطي مستقيما فاتبعوه اتبعوا دينا الله واستبعوا من هذا الله واستبعوا بوصايا الله الذي أوصاكم بها فهي طلب هذا الصراط وهي مضمون هذا الصراط الوصايا المبكورة في هذه الآيات مقدومة بتوحيد الله مقدومة بالوقاء بأهد الله هذه هي صراط الله أيضا هي منهج الله هي العودة إلى الله هي الحاكمية لله هي أن نعود إلى الله وأن نفتلح مع الله وأن نفتسم إلى الله فهذا هو الصراط الأوعد وما دونه زر وما دونه ضلالات فماذا بعد الحص إلا الضلال من ثم نهان الله أن نشرق وأن نغلب نهان الله أن نتابع أهل الشرق وأهل الضرق ليس الجر أن تؤلوا وجوهكم قبل المشرك والمضرب جربنا شرق الملحدة فلم نفلق وجوهنا الضرب الكافرة ولم ننجح ليس الصراط عند أهل الضرب وليس الصراط عند أهل الضرب فقط قطا مستقيما ثم قال هذا صراط الله مستقيما وقط عن يمين ذلك القط خطوطا وعن تماله خطوطا ثم قال وهذه سبل الشياطين على رفض كل طريق منها شيطان يدعو إليها ثم قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلك وقاكم به لعلكم ستكون فالصراط عباد الله وسأل المعي هذا الرسل البياني الذي رسمه النبي فالله عليه وسلم لأبعابه توضيحا خط المستقيم عند بدايته الغطوط تتجه يمينا وتتجه يسارا إلا ما هي عند مركز الثامرة خطوة وائدة إما أن تأخذ بك إلى الصراط فتسلك سبيل الله وهذا الذي أراده الله منك وإما أنها خطوة واحدة تتجه بك يمينا أو تتجه بك يسارا مع أنها في الغداية خطوة لا لكنها تخطو بعدها بصوات فتنسات بك فيها في الزيه وتشعبا في الشعاب وضلالا وشفارا ومع رضا عن ذكري فإن له معيشة البنسة ونأتره يوم القيامة لأعمال خطوة واحدة العباد الله عند رداية الفريق إن ختمتها صوابا فا شكرا شكرا